فيه مغرد اثيوبي شهير اسمه عمر نور الدين اهو ده عمر نور الدين بيقول عمل حاجة جميلة جدا بيقول في الحرب العالمية التانية النازيين الالمان قالوا انهم سيسيرون في موسكو وفعلا صاروا ولكن كاثرة بعد خساراتهم في العملية التي شنها الجيش السوفيتي اهدى الف تسعمية اربعة واربعين في سبعتاشر يوليو برضو نفس الشهر ده في موسكو دول النازيين الالمان اللي انتم شايفينهم في الصورة ضباط وجنود المان لقوا الهزيمة ويسير بهم الجيش السوفيتي في آنذاك في شوارع موسكو محتفلا بالنصر وبازلال الالمان بهذا الشكل كان الالمان قبلها قالوا هنمشي في شوارع موسكو واحنا فخرين بالنصر لكن صاروا كاثرة الراجل عمر نور الدين اللي من التجري قال انه نفس اللقطة اتكررت في نفس الشهر في شهر يوليو يوم 2 يوليو 2021 عندما قال النازيين الامهرة او قاله في 21 النازيين الامهرة قالوا انهم سيسيرون في ميكيلي عاصمة التجري وفعلا صاروا لكن كاثرة بعد خساراتهم في العملية التي شنها التجري باسم اه معرفش ايه اسم ايه اه الولى ابط نقاء عموما الصورة اللي موجودة في عشرين وعشرين دي في التجري شفتوها مبارا حضراتكم جابهة تحرير التجري بتسير الاسرة السبع تلاف في شوارع ميكيلي عاصمة التجري بهذا الشكل اللي حصل قبل كده في موسكو سنة 44 نفس اللقطة تقريبا بفقرنا بها عمر نور الدين عمر نور الدين ده مدون له يعني باع طويل ولكن كلماته مؤثرة على الشعب الاتيوبي كلماته مؤثرة على المواطني التجري ابي احمد اعتقد بيقول بعد ان احضرت اخواني التجراو لما التجري يعني في الاسبوع الماضي الذين يقيمون في قديسة بابا باخذ الحيطة والحذر قامت الحكومة الاتيوبية بخطف عشرة الاف مقيم في قديسة بابا ومدن حولها من عرقية التجري دون سبب وتخطط لتقديمهم على انهم اسرى حرب مثلما فعل جيش تجري بعناصر الجيش الاتيوبي في العاصمة ميكيلي على فكرة يعني ده احنا شغالين في مش في دولة دعصبات التجري قام باسر ستة الاف جندي اتيوبي جنود من لبس العسكري شفتوه من بارح ابي احمد قالك انا اعمل ايه انا كمان جاب السكان اللي سكنين من عرقية التجري اللي سكنين في العاصمة اديسة بابا والمدن اللي حوليها وقام بتوقيف والقبض على عشر تلاف مواطن اتيوبي من اصل التجري وقال يعني التخطيط زي ما قال عمر نردين دول اسرى هما كمان انتو عندوكم اسرى ستة الاف جندي واحنا عندنا اسرى عشر تلاف من التجري مين مواطنين مواطنين عاديين مش عسكريين سكنين في قديسة بابا العاصمة وفي بعض المدن المجاورة يبقى ابي احمد بيرد على اسر سبعة الاف جندي داخل اقليم التجري بالقبض على عشرة الاف مواطن اتيوبي من اسر التجري لمحاولة المقايدة ومحاولة الابتزاز ومحاولة يظهر امام جمهوره انه ايضا عنده اسرى من التجري ده شرحان عمر نردين بعد ما عمر نردين شرح ووضح وحذر قال يا جماعة هيتم القبضة على كل ابناء التجري فقالي سبابا وحصل هذا الكلام ابي احمد عمله بلوك اهو هل تعلم يا عزيزي ان رئيس الوزراء السيوبي ابي احمد اعطاني بلوك للأسف طلع ما يحب المزه الثقيل يعني الكلام مش قادر عليه فعمل له بلوك